مدام رجال الأمن وجيشها الباسل فيها لن يسودها لا ظلم ولا ظلام فنظرا لما تشهده المنطقة الغربية من مساعي لبسط السيطرة الأمنية وفرض القانون في المدن التي تسيطر عليها ميليشيات سخيرات تظل المدن المجاورة والقريبة لهذه المدن في حالة استعداد لأي طارئ صبراتها في الأمن والأمان من قبل ولكن نتيجة لما صار في مدينة غريان الخلايا النايمة لطلعت وكلام هذا ونحن عندنا راهوا كشف بالأسماء اللي هم متخوفين منهم وبالتالي الراقبوا فيهم والعمل اللي درناه هذا عمل احترازي ومنبهينهم وراهوا نقول من خلال قلاتكم أنتم والله العظيم أي واحد يحاول يزعزع مدينة أمن صبراتها بالذار إلا بيد من حديد ومن متهونين فيهم والله الأسماء اللي معروفة وعندنا والراقبوا فيهم حيث تشهد مدينة صبراتا انتشارا أمنيا واسعا مع تطبيق حظر التجول داخل المدينة للحفاظ على استتاب الأمن وملحقة كل الخارجين عن القانون ولمانع أي خرقات أمنية للحفاظ على حياة المواطنين وأمنهم وأمانهم لقناة ليبيا الحدث أحمد العقلي اشتركوا في القناة